السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر فاكرين حضرتكم منذ شهور طويلة لما كل دول الناتو كانوا بيعقدوا عشرات الاجتماعات في قلب دول الاتحاد الأوروبي وبيهددوا وبيتوعدوا وبيعلنوا للكافة وبيعلنوا للرأي العام الدولي أننا لن نتردد ولن نتنحنح على رأي فيلم كاركر بتاع محمد سعلم ولك لن أتنحنح ولن أتزحزح وأننا لن نترجع عن دعم أوكرانيا وأننا قررنا أن ندعم أوكرانيا بالدبابات لي وبرد وكل الأسلحة بعيدة المدى وأن محدش هيقدر يثنينا عن دعم أوكرانيا لأن فلادمير بوتين رئيس روسيا هو الظالم هو المتجبر هو المتغطرس ومحدش بقى يحاول أن هو يحشنا عن دعم أوكرانيا فاكرين حضرتكم تداعيات الأحداث ديت وإزاي كانوا بيتعاملوا مع المنطق ده أو بالمنطق ده ومع الموقف ده فاكرين حضرتكم إزاي وسائل الإعلام الغربية لحظتها كانت بتتلقف التصريحات وتقوم بتغطية الاجتماعات دي اجتماعات فيها مئات من قيادات دول للتحدي الأوروبة وكل دول النيتو بلا استثناء وقاعدين وزراء الدفاع وزراء الدفاعات بتاع الدول النيتو كلهم إزاي إن كانوا بيقعدوا مثلا أو بيعقدوا اجتماع في بروكسل وإزاي إن هما بيبرقوا عينيهم وإزاي إن هما أساسا بيقفوا بيتحدوا خلاص حدش يحشنا ليوا برضي في طريقها لأوكرانيا والأسلحة بعيدة المدى في طريقها لأوكرانيا كانوا دايما بيقولوا كده إلى درجة إن العالم تصور إن خلاص روسيا انتهت وإن فلادمير بوتين انتهى لحظتها يا جماعة لو أنتم تتذكروا كنا بنحلل الموقف ده كنت دايما بقول لحضراتكم لكل تحصيل حاصل وإن المحصلة بتساوي صفر لإن صفر زائد صفر بيساوي صفر لإن المنطق والعقل بيقول إن مخازن العالم دية العسكرية بدأت تخلو من الأسلحة أو من اللحطيات العسكري بتاعهم والكلام ده بعضمة لسانهم قبل ما يعقدوا الاجتماعات دية وبالتالي لو تشالوا وتنططوا برضو مش هيقدروا يحققوا ثمة انتصارات على روسيا وحتى لو جابوا الأسلحة دية سيقوا تماما أن فلادمير بوتين مرتب أوراقه بشكل كويس جدا وعارف التدعيات دية وعارف كويس أوي هو بيحارب مين؟ مش بيحارب أوكرانيا هو بيحارب دول النيتو مع مرور الأيام وبعد وصول الدبابات دية والأسلحة بعيدة المدى بدأت روسيا تشن حملات هجومية شرسة قوية في العمق الأوكراني إلى درجة النهية مسحت بكل دول النيتو الأرض تم تدمير الدبابات تم تدمير كل مخزن الأسلحة بتاع الدول النيتو لما كنا بنحلل الأحداث دية وبنكشف السطارة عنها كان البعض أحيانا بيهاجمنا وما بيصدقناش يقولك لا 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 مستحيل ده مستقنع أن الأسلحة بعيدة المدى بتاع الدول النيتو لم تحقق أي نوع من الانتصارات لا 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 الكلام ده مش كلام مظبوط للدرجة أنه وصل هجومها هجومهم علينا أنه ليه أنتم مصرين تدفعوا عن روسيا بالباطل يا جماعة لا هي القضية مش كده القضية بالمنطق والعقل روسيا حققت الانتصارات الكبرى تعالوا بقى حضراتكم شوفهم منذ ساعات قليلة لإعتراف الخطير ده دبابات ليوبرد الألمانية كانت تعتبر هي مقدمة الأسلحة النيتوية اللي تم دعم أوكرانيا بيها بناء على مئات الاجتماعات التي عقدت في بروكسل لوزراء خارجية دول أوروبا لوزراء دفاع دول أوروبا لقيادات دول أوروبا لقيادات النيتو فطبعا كانت بتعتبر دبابات ليوبرد أول الأسلحة المقرر دعم أوكرانيا فيها طبعا روسيا دمرت كل ده بما فيها دبابات ليوبرد باعتبار أن الدبابات ديت كنت هتعمل نوع من الفصل ما بين مرحلة سابقة وما بين مرحلة قادمة أن هما كانوا محتاجين الدبابات ديت على أساس يحسموا المعركة البرية عشان يسيطروا هما كما تدلوا هما الأوكران ويستعدوا الأراضي بتاعتهم فكان فلاد ميرزي لنيسكي رئيس أوكرانيا بيطلب دايما على طول من دول النيتو يا أخوانا عايزين الدبابات ديت بحس أننا نقسم المسألة أنتوا رككوا بس مجرد ما أنتوا تدعمونا بالنوع ده من الدبابات المسألة هتتحسم النتيجة حضراتكم تم يبث فيديوهات من قبل الوزارة الدفاع الروسية فيها عشرات بالمئات الدبابات بتاعت لي وبرد الألمانية وهي مولعة سألوا الراجل اللي هو رئيس الشركة العسكرية الألمانية المصنعة لهذا النوع من الدبابات انت أهراك في الفيديوهات دي مقدرش ينكر الدبابات اتحرقت الكلام ده بالأمس أخبار حضراتكم إيه وإزاي أكباجة تعال نشوف ألمانيا تقرب تدمير دبابات لي وبرد بدربات روسية في أوكرانيا رئيس مجمع راين ميتال للصناعات العسكرية في ألمانيا أرمين بابيرجر أقرب وجود خسائر في الدبابات الألمانية في أوكرانيا وعلق على فيديوهات تكشف عن تدمير روسيا للدبابات لي وبرد وقال في الحياة هناك دائما خسائر هو أنتم بتزلون ليه ما طبيعي إن أنا ممكن يكون عندي خسائر يا جماعة لا رحمك أنت ما كنتش بتقول كده أساسا وإنت عمال بتدعم أوكرانيا أو عندما اتخذت قرار بدعم أوكرانيا بهذا النوع من الدبابات قلت بالحرف الواحد أن هذا النوع من الدبابات هتكون أساسا فاصلة جدا في حرب برية هتحقق فيها أوكرانيا ضربات صاحقة للقوات الروسية فأنت جاي دلوقتي تعترف وتقول بص يا جماعة الحياة فيها خسائر لا ده مش أي نوع من الخسائر أنت بتحارب دولة واحدة بينما أنت خمسين خمسة وخمسين دولة وإنتم مدعمين أوكرانيا بهذا النوع من الأستحة على أساس تنهو المسألة ورغم ذلك جاي تقول لي لا أستبص يا جماعة الحياة فيها خسائر ومش انتصارات فقط ده أنت عمال بتواجه الخسائر تلو الخسائر بصفة مستمرة وقال طبعا تصرح خطر تاني أعادة ملء مخازن أوروبا العسكرية مرة أخرى بالأسلحة اللي احنا وجيناها الأوكرانيا سوف يستغرق عشر سنوات متواصلة ثانية واحدة يعني بيؤكد مرة أخرى بأن المخزون الاستراتيجي الاحتياطي اللي كان الدول أوروبا حطاه في المخازن بتاعتها لمواجهة أي نوع من التحديات الطريقة خلاص خلصت وإن نحن عشان نعوض الأسلحة دي قدامنا عشر سنوات يعني معنى ذلك أن الأسلحة اللي اتخدت من المخازن دي وراحت أوكرانيا كانت كتيرة جدا طب راحت فين اتدمرت اتخربت روسيا سحقتها عشان تعرفوا حضراتكم أن روسيا حققت انتصارات ساحقة على دول الناتو لكن ما فيش رد فعل إعلامي على المستوى الغربي حاجة تانية بقى كمان حصلت في قلب روسيا خلال الأيام الأخيرة دي فكران حضراتكم لما كانوا بيهجموا روسيا ويقولوا روسيا فشلت في أن هي تعمق أي نوع من التعبئة العسكرية الجزئية إلى درجة أن الشباب الروسي كان بيهرب إلى درجة أن فنلندا وبولندا ودولا أخرى كان بيقولوا لحقه احنا مش مقضيين ومش ملاحقين على طلبات اللجوء أو طلبات الهجرة أو طلب تأشيرات من قبل الشباب الروسي اللي هرب من روسيا عشان الشباب ده رفض أن هو أساسا يتجند تبع الجيش الروسي فكنا لحضراتكم صور وكالات الأنباء العالمية اللي كانوا بيجيبوا طوابير العربيات ويزعموا أن العربيات ديت جواها شباب وجواها روس هربانين في سبيل أن هما ما يتجندوش وشنوا حملة هجومية شرسة جدا ضد فلادمر بوتن وقالوا بالحرف الواحد أنه هو فشل في عامل أي نوع من التعبئة العسكرية الجزئية بعدها مباشرة بأسابيع قليلة أعلن فلادمر بوتن رئيس روسيا إحنا نجحنا في عمل التعبئة ديت على أفضل ما يكون وفي زمن قياسي جدا إلى درجة أن التلتمائة ألف جند احتياطي اللي إحنا استدعناهم حاليا موجودين على جبهات القتال ومتفلوا عشرة وبيلقوا التدريبات بتاعتهم تعالوا حضراتكم حاجة تانية أعلن عنها نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بنكوف الراجل ده قال أن في زيادة كبيرة جدا في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين في زيادة كبيرة جدا إلى درجة أن هما أفلوا باب التطوع ليه؟ لأن فيه إقبال غير عادي على التطوع من أجل الانضمام للجيش الروسي الجيش الروسي فتح باب التطوع لمدة عشر تيام فقط لغير اللي هما بداية شهر يونيو الجاري من يوم واحد إلى يوم عشرة يونيو زادت معدلات التطوع بشكل كبير جدا لدرجة أنه تم إغلاق باب التطوع منذ قليل يعني لحظة تسجيل للحلقة دي ليه؟ لأن الشباب الروسي عنده إقبال بشكل غير عادي للتطوع قال له أما أنت حاولت أنك أنت توهمني ليه؟ أن الشباب الروسي بيهرب أساسا من التعباء الجزئية عشان تعرفوا حضراتكم العالم دي في لحظات المواجهة الكبرى إزاي بيمرسوا الأكاذب بتاعتكم عشان ما نصدقش أي أخبار بيبثوها حوالين الحروب بتاعتهم بسهولة نقطة بقى جديدة فاكريني حضراتكم الانفجارات التي حدثت في خطوط غاز روسيا ألمانيا لها نوردستريم 1 ونوردستريم 2 عملنا عدة حلقات حواليها منذ ساعات قليلة فاكريني إزاي الولايات المتحدة الأمريكية فور معرفة الانفجار ده إزاي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت أصابع الاتهام فورا لروسيا قلنا لحظتها سقوا تماما إنه مش من مصلحة روسيا إن يحصل التفجير ده وإحنا وجهنا الاتهام قلنا أوكرانيا دول الناتو أمريكا مؤكد هم المتسببين في ذلك إذا حدثت الجريمة فاتش عن المستفيد ثم فجينا بإن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بدأت تلوح بأصابع الاتهام لأوكرانيا وقالوا إنه أوكرانيا هي المسؤولة عن ذلك تمهيدا طبعا إنه هم يبيعوا أوكرانيا تماما ويتخلوا عنها ماريا زخروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية صخرت من اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالتورد في تفجير الطيار الشمالي اللي هو نوردستريم وانا نوردستريم وقالت لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل من ذلك آه يعني هم بيورطوا أوكرانيا تمت بيورطوا أوكرانيا ليه طبعا في سبيل إنه هم يجدوا مبرر من أجل التخلي عن أوكرانيا تماما يعني فضوا قضيهم من أزمة روسيا وأوكرانيا بعدما أمريكا تلاقيت نفسها متورطة طوريطة طين ثم ماريا زخروفا بتقول إنها فرصة جيدة لأمريكا لإلقاء اللوم على فلادمرزيلانيسكي في قضية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي يعني بالمرة وردت فلادمرزيلانيسكي باعتبر إنه هو المسؤول عن أي اغتيالات حصلت عندكم في أمريكا طبعا ده مؤشر بيقول إن روسيا مش مقتنعة بالكلام ده أنت بتحاولوا تورطوا أوكرانيا ليه؟ هو إحنا عارفين كواس قوي إن كنت هتتخلوا عن أوكرانيا لكن إحنا أيضا مش مقتنعين بذلك لإن من قام بتفجير خطوط الغاز الروسية هو أمريكا بالتنسيق مع دول زي بريطانيا وألمانيا طبعا كل تداعيات الأحداث بتكشف في الصطار عن إني التوجهات كلها على بعضيها مشي في اتجاه الانتصار الروسي الكبير ألمانيا تقرب بتدمير دبابات ليوبرد بدربات روسية في أوكرانيا مصادر ألمانيا تعترف دبابات ليوبرد تحترق في أوكرانيا الدفاع الروسية زيادة ملحوظة بأعداد المتطوعين في الجيش للدفاع عن وطنهم زخروفة بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير الطيار الشمالي لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل من ذلك شفت حضراتكم المسائل بدأت توصل لحد فين احنا قلنا لحضراتكم منذ لحظة تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا سقوا تماما أن الطرف الوحيد الذي سوف يحقق انتصار ساحق في هذه الأزمة هو روسيا لأن فلادمير بوتين مرتب أوراقه على أفضل ما يكون ضابط مخابراته قبل ما يتخذ قراره باقتحام أوكرانيا كانت الأوراق كلها على بعضيها مترتبة وها هي الأحداث تؤكد بالفعل ذلك ترجمة نانسي قنقر